كل واحد طلع على مدار تسع سنوات اللي فاتوا سواء كان في الإعلام أو حتى مش في الإعلام طلع يسأل سؤال هو الدولة بتعمل ليه أنفاق قناة السويس هي الدولة بتشتري ليه طيارات ومقاتلات وتحديث القوات المسلحة ما كانوا بقولوا كده مش كانوا بيقولوا كده ولا ما كانوش كانوا بيقولوا وكانوا بيطلعوا يشككوا كمان هتجيبوا الطيارات دي تعملوا بها ايه والتسليح الجيشة تعملوا بها ايه وليه تعملوا عنفاق قناة السويس وليه تعملوا مشروعات أصل وليه رحين سيناء وليه بتواجهوا حتى الإراءة بتواجهوا ليه مش كانوا بيقولوا كده وكان ده المخطط انه سيناء اللي بيتعمل هو ده كان الرسالة لما كانت قنوات المعادية تشتغل هي القناة المعادية بتشتغل نفسها بتشتغل خدمة اللي كانت صيوني تبقى حضرتك النهاردة لما كنتش عارف ده مبكرا وكنت تبقى متضايق وزعلان وتمشي وتقول شفته بيقوله لا ما كانش بيقول هو كان عنده خطة اسرائيلية كان بينفزها ما كانش عايزك تواجه الإرهاب في سيناء ما كنت عايز ما تواجه الإرهاب بمعناه ايه انك تطهر سيناء من الإرهاب حصل طب هو تسع سنين بيواجهك ولك لأ وانت بتضرب المدنيين وما فيش إرهاب هناك وانتوا اللي بتعملوا إرهاب مش كانوا بيقولوا كده طب النهاردة بعد تسع سنين الناس فائت كانوا بيطلع يقولك جايب ليه الرفال جايب ليه لحاملات الطائرات المروحيات جايب ليه مش عارف الغواصات حضرتك عرفت جايب ليه ولا لسه هتعرف عرفت بعد تسع سنين انه فيه قيادة عندها رؤية لقدام لقدام تفتكر النهاردة لو ما عندكش ده كان حصل ايه سبعة وتمانية اكتوبر وعشرة اكتوبر وانبارح وبكرة تفتكر كان ممكن يحصل ايه طب هل النهاردة حد يقدر بما فيها اسرائيل لا انهم عارفين قوتك والنهاردة رسائل رئيس الوزراء ومجلس النواب الكامل كله معناها ايه اه انا هحمي امن وسائل احمي بايه احمي بايه احمي باللي عندي بقدراتي اللي جزء منها يتعرف واقع الاكتر ما نعرفوش وافضل ما نبقاش عارفينه ولكن موجود انت قوي جدا وده قدرتك النهاردة لما يتكلم رئيس الوزراء النهاردة بهذه قوة وعارف يقول ايه وعارف المعنى وعارف الرسالة بتبعتها جوه وبرا وكل الدنيا تتابع هذا الكلام النهاردة مصر النهاردة لن تسمح ابدا ابدا باي شيء ولا حبة رام طب اللي طلعوا كذبوا عليكم